لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك صباحكم بالخير عن جديد فيديو نحكي فيه عن عطرين نقارنهم ببعض من حيث الأداء السبات الأسعار والرائحة بلشنا مبارح بالجامبو القوتيل اللي مال اللي هو الأسنس والفرجان العادي وإن شاء الله اليوم رح نحكي عن عطرين من شركة برادا العريقة الغنية عن تعريف وهن حيكونوا برادا لوزا أو لوناروزا أكستريم وبرادا لوناروزا بلاك برادا لوناروزا أكستريم عطر تم إنتاجه عام 2013 عطر يعتبر من عطور النوتة الواحدة يلي يفتتح بالبرجاموت وكله بيستمر لحتى يكفي مع توتبي بوسط العطر فيه حيكون الفلفل الأسود عطر سبايسي بكل روايحه مع دخول لبدانهم من ضمن تركيبة هذا العطر يلي بتعطيه النوتة أو الرائحة التقيلة الوردية ممكن أو البودرية سعر العطر بالنسبة إلي وأرجو أنكم أنتم تتأكدوا من الأسعار بمناطقكم ممكن يكون عليه تنزيل ممكن يكون في عليه أوفر معي بس هذا العطر تقريبا سعره بحدود 125 إلى 150 دولار من العطور الرائعة جدا سباتا سباتا وفوحانا وحتى رائحة يعني رائحة تعتبر من الروايح المتفردة يلي ما كتير نحن بنشمة أو بنحسة أنه مكررة بتقريبا الرائحة ممكن أنا أعطيه يعني إذا بتشوفوا هيك لأنين ممكن أعطيه تقريبا أربعة ونص من خمسة أو ممكن تسعة من عشرة كرائحة وكسبات وأداء تقريبا كمان تسعة من عشرة هذا بالنسبة للبرادة لوناروزا الإكسترين ما بعرف إذا الصورة واضحة رح حاول إفتح شوي البرادة ممكن هيك تصير أفضل بالنسبة للبرادة لوزا أو لوناروزا البلاك عطر أيضا يفتتح بالبرجوموت ونوتات القلب البتشولي والكومرين يلي بتعطيه الكومرين تقريبا ريحته بتعطيه على ريحة اللوز المر تقريبا مو تماما ولكن من نفس الفصيلة كرائحة وبس يعملوا دروب داون العطر رح يكون المسك والعنبر والتونكابين من العطور كمان الجميلة سعره تقريبا مثل سعر أخوه بنفس الأجواء عطر تم إنتاجه عام 2018 شرقي بهاراتي دافي أروماتيكي بالنسبة للسنت بعطيه ثلاثة ونص كرائحة كسنت كلهم مثل ما قلنا دائما هن نفس الصبغيات أخذين لتنين من بعض بيشبهوا بعض وبتقاطعوا ربما تكون النوتات المسكورة بشبح العطر ربما تكون بس للتقريب مو وصف مية بالمية بالنسبة للسبات ثابت وفواح ولكن مقارنة بالإكستريم أنا بشوف الإكستريم يعني نسخة أفضل منه ولكن الإكستريم بأول رائحتها رح تشموا إذا منكن حدا يعني عنده اطلاع على الأولد سبايس القديم روايح الكولونيا اللي بعد الحلاقة كافتتاحية بس وقت العطر يعمل دروب داون بتختلف وبتغير اتجاهه لشي تاني حلو متفرد هيك كانوا مقارنة الاثنين من العطور أنا بالنسبة إلي رحت للبرادة لوناروزا الإكستريم يلي هي النسخة اللي بيعتبرها أجمل يمكن لأنه بالالفين وطلتاش كانت لسه المواد المقيدة أقل يعني كمواد من قيدة من منظمة الإفرة أو والريفورماليشن كان لسه مو بأوجه بالنسبة لعطر برادة لوناروزا الاكستريم هيك كان معنا الفيديو اللي اليوم حبت لقلكن كونوا بخير بأمان الله